حصد مركز المعلومات ودعم تخاذ القرار بمجلس الوزراء خمسة جوائز ضمن مسابقة ستي في اووردز وذلك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام عشرين اثنين وعشرين وذلك من بين أكثر من سبعمائة فاريق متنافس من سبع عشرة دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جانبه هناء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جميع مسؤولي وأعضاء فرق العمل بمركز المعلومات ودعم تخاذ القرار بحصولهم على هذه الجوائز مشيرا إلى أنها نتاج جهد دقوب تم بذله في الأونة الأخيرة مشددا على أنه سيظل داعما للمركز فهو ذراع الحكومة في توفير البيانات والمعلومات المختلفة بالإضافة إلى مساندته ودعمه لمتخذ القرار بما يوفره من أطروحات ورؤى وأفكار في مختلف الملفات